حبيبي أبنائي وبناتي تلاميذ الصفة الخامس الابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنشرح حبيبي مع بعض الدرس الرابع البورصة المصرية الفصل الدراسي الثاني تابعوني على قناة العلم والمعرفة يعني إيه البورصة؟ أقول لك البورصة هي عبارة عن سوق منظمة لبيع وشراء حاجة اسمها الأسهم والسندات يبقى أنا عرفت معنى البورصة سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات يبقى أنا لازم أعرف يعني إيه الأسهم ويعني إيه السندات طيب في ناس كتير بتبيع وبتشتري الأسهم والسندات اللي موجودة فين في البورصة ودي طبعا بتكون لصالح الشركات أو المصانع وده طبعا اسمه الاستثمار في البورصة يبقى أنا عرفت أكتر من معلومة رقم واحد إيه هي البورصة؟ البورصة أقول لك هي سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم وإيه والسندات والمعلومة التانية إن البورصة دي بتدعم الاقتصاد المصري طيب إيه المقصود بالأسهم؟ أقول لك الأسهم دي عبارة عن أوراق مالية بتجعل صاحبها شريكا في المشروع اللي هو المصنع أو الشركة ولكن بعدد الأسهم اللي بيشتريها من إيه؟ من البورصة يبقى الأسهم دي إيه؟ أقول لك أوراق مالية بتخلي صاحب السهب بيكون شريك في الشركة أو المصنع اللي بيطرح عدد أسهم معينة طيب عايزين نعرف خصائص الأسهم؟ أقول لك رقم واحد بيكون لصاحب الأسهم حق في أرباح المشروع يعني حسب عدد الأسهم اللي بتترحى الشركة أو المصنع وطبعا اللي بيشتري الأسهم دي بيكون ليه حق في إيه؟ في الأرباح حسب عدد الأسهم اللي إيه اللي اشتراها لأن صاحب السهم دفع إيه؟ دفع فلوس واشترا عدد من الأسهم زي ما قلنا طيب تاني خاصية اللي هي إيه؟ الأرباح مش ثابتة وبتختلف من سنة لسنة يعني ممكن سنة يكسب حلو خالص وممكن سنة يخسر طيب ممكن يجو سأل يقول لك إيه؟ بما تفسر أرباح الأسهم ليست سابتة وتختلف من عام لعام آخر إيه السبب؟ أقول لك لأن ممكن تحصل خسائر في المشروع وفي الحالة دي أصحاب الأسهم إيه اللي بيحصل؟ بيتحملوا حجم الخسائر عشان كده بتكون الأرباح غير إيه؟ غير سابتة وده يعتبر عيب من عيوب إيه؟ الأسهم طبعا أنا عرفت إيه معنى الأسهم وإيه خصائص الأسهم؟ تعالوا ندرس مع بعض السندات طب إيه هي السندات وإيه هي خصائص السندات؟ أقول لك المقصود بالسندات دي عبارة عن إيه؟ أوراق مالية بس بتعمل إيه؟ بتثبت إن مالك السندات دي قدم قرض إلى مين؟ إلى صاحب المشروع أو صاحب المصنع دس لمدة محددة تمتد من كام؟ من سنة إلى عشر سنوات أو أكتر يعني ما تقلش عن سنة ممكن تزيد عن سنة إلى عشر سنوات أو أكتر من عشر إيه؟ سنوات يبا أنا عرفت إيه المقصود بالسندات؟ أوراق مالية بتثبت إن مالكها قدم قرضا إلى صاحب إيه؟ المشروع أو المصنع لمدة محددة ممكن تمتد من سنة إلى إيه؟ إلى عشر سنوات أو أكتر طيب عايزين نعرف إيه هي خصائص السندات؟ أقول لك رقم واحد يكون صاحب المشروع أو صاحب المصنع مديون لمين؟ لصحاب السندات يبا إذن يكون إيه؟ مديون لمين؟ لأصحاب السندات يعني مثلا أصحاب أو صاحب السندات مثلا دفع ألف جنيه طيب يبا لازم بياخد ورقة تمام؟ بتثبت إن هو قدم قرض لمين لصاحب المشروع أو صاحب المصنع طبعا الورقة دي بيكون مكتوف فيها المدة اللي هي متفقين إيه؟ متفقين عليها فبالتالي في الحالة دي بيكون صاحب المشروع أو صاحب المصنع مديون بالألف جنيه لمين؟ لأصحاب السندات طيب كمان في حاجة تاني تاني خاصية بيدفع صاحب المشروع لأصحاب السندات فائدة ثابتة اللي هو عائد ماد دي فلوس يعني محددة مسبقا يعني مثلا هيتفقوا مع بعض إن هو مثلا هياخد ألف جنيه من صاحب السندات تمام كده؟ طيب هيدفع عائد على الألف جنيه دي لمين؟ يعني صاحب المشروع أو صاحب المصنع هيدفع عائد ثابت بيكونوا متفقين عليه قبل إيه؟ مسبقا يعني تمام؟ طبعا سواء كان المشروع أو المصنع هيحقق مكاسب أو هيخسر لازم تكون العائد المادي ده بيبقى عائد إيه؟ ثابت مثلا هيدفع 100 جنيه في الشهر مثلا طبعا يهو كده هو في الحالة دي هيدفع المية لمين لأصحاب السندات؟ في حالة إن هو كسب أو خسر هيدفع إيه؟ هيدفع المية جنيه مثلا تمام؟ ده مثال كمان في نهاية المدة يعني بعد المدة ما تنتهي إيه اللي يحصل؟ ترد قيمة السندات لأصحابها يعني أنا دفع ألف جنيه ومعايا سندات بقيمة الألف جنيه على صاحب الشركة أو صاحب المصنع في نهاية المدة متفقين مثلا على سنة مثلا في نهاية المدة اللي هي السنة إيه اللي بيحصل؟ بترجع للألف جنيه زي ما هي تمام؟ وكمان بياخد كل شهر قد إيه؟ بياخد كل شهر ألف جنيه عائد من مين؟ عائد من صاحب المشروع أو صاحب المصنع يبقى أنا عرفت إيه هي السندات وعرفت كمان إيه هي إيه الأسهم وخصائص السندات وخصائص الأسهم وعرفنا طبعا أن السندات تعتبر أقل مخاطرة من الأسهم لأن الأسهم فيها مخاطرة أكتر عاوزين نعرف أهمية البورصة للاقتصاد المصري أو ممكن يجي يسأل يقولك إيه بما يتفسر أهمية البورصة للاقتصاد المصري أقوله طبعا رقم واحد البورصة بتوفر التمويل اللازم لأصحاب المشروعات يعني إيه؟ يعني مثلا أصحاب المشروعات عايزين مثلا مليون جنيه عشان يعملوا مشروع إحنا بنده مثال البورصة بتعمل إيه؟ بتوفر لهم المليون جنيه بتطرح سندات وبتطرح كمان إيه أسهم والناس بتيجي تشتري الأسهم وتعمل إيه والسندات يبقى إذن بتوفر فوق البورصة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات وده طبعا بيؤدي إلى إيه؟ رقم واحد تشغيل العمالة وزيادة الانتاج يبقى إذن لما يكون فيه مشروع هيتعامل إيه اللي بيحصل؟ البورصة بتوفر التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات وده طبعا لما بيكون فيه مشروع ده بيؤدي إلى إيه؟ تشغيل عمالة وكمان بيؤدي إلى زيادة الانتاج وده طبعاً بيؤدي إلى زيادة الاستثمارات طب وبينتج من زيادة الاستثمارات ايه أقول لك ازدهار الاقتصاد المصري يبقى إذن البورصة مهمة للاقتصاد المصري أقول له آه طبعاً طب إزاي أقول لك بتوفر البورصة المصرية التمويل اللازم لأصحاب المشروعات توفر لهم الفلوس وده بيؤدي إلى ايه تشغيل العمالة طبعاً لما بيكون في مشروع إيه اللي بيحصل من أي مشروع عايز عمالة عشان يعملوا ايه عشان يشغلوا المشروع فبالتالي لما يكون فيه عمالة كده هو بيبقى احنا بنقضى على ايه على البطالة بيكون فيه انتاج وده بيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وطبعاً زيادة الاستثمارات ده بيؤدي إلى ايه يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المصري يبقى إذن استثمار الأموال في البورصة ليس أمراً سهلاً يعني عشان إن احنا نستثمر أموال في البورصة ده أمر مش سهل ماشي؟ لكن يحتاج إلى دراسة واستشارة متخصصين يعني مش أروح أنا أدفع أي فلوس أو أي مبالغ مالية وأنا عارف إنه ممكن أخسر في السندات أو أخسر في إيه؟ يبقى إذن استثمار الأموال في البورصة ده ماله ليس أمراً سهلاً أمر صعب جداً لكن بيحتاج إلى دراسة ولازم أستشير متخصصين في البورصة طبعاً المقر الرئيسي في البورصة المصرية الجديد فين؟ أقول لك فيه منطقة اسمها القرية الزكية ودي موجودة فين؟ في محافظة الجيزة يبقى إذن يقع المقر الرئيسي الجديد للبورصة المصرية في القرية الزكية بمحافظة مين؟ بمحافظة الجيزة تعالوا نشوف مع بعض أهم المصطلحات الواردة في الدرس وتعريفها أول مصطلح اللي هو مين؟ البورصة أقول له البورصة ده عبارة عن إيه؟ أقول لك سوق منظمة لبيع وشراء الأوراق المالية زي إيه؟ زي الأسهم والسندات طيب تاني مصطلح أقول لك إلسح طب إيه هي الأسهم؟ أقول لك ده عبارة عن أوراق مالية بتعمل إيه؟ بتجعل صاحبها شريكاً في المشروع سواء الشركة أو إيه أو مصنع وفق عدد الأسهم اللي بيعمل إيه؟ اللي بيشتريها طيب إيه هي السند؟ طبعاً اللي هي ده تعتبر أوراق مالية مالها بتثبت إن مالكها قدم قرداً إلى صاحب المشروع أو صاحب المصنع لمدة محددة من سنة إلى كم سنة إلى عشر سنوات أو أكثر بكده حبيب قلبي ننتهي من شرح الدرس الرابع البورصة المصرية بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء